اشتركوا في القناة عن الحاسوب لماذا؟ لأنني أريد أن أتحدث عن خدمة سحابية تجمع وتربط بين أجهزتنا سواء كانت حاسوبا أو هواتف بمختلف أنظمة تشغيلها أو ماك أو غيره إذن على بركة الله يتعلق الأمر بجوجل درايف الخدمة السحابية لجوجل أبدأ من حيث يجب أن تكون البداية أبدأ من كيفية تنصيب جوجل درايف على الحاسوب مع الإشارة إلى أنه بإمكاننا أن نستفيد من الموقع فقط ولكن الكثير من مستعمل الحاسوب يفضلون نصيب جوجل درايف على الحاسوب إذن على بركة الله من أجل تنصيب جوجل درايف نذهب إلى المتصفح بالنسبة إلي جوجل بالنسبة إلي فايرفوكس مع الإشارة إلى أنه ينبغي تسجيل الدخول إلى حسابكم على جوجل وذلك ربحا للوقت فيما نريد أن نقوم به وهو الشيء الذي فعلته سلفان إذن أتعامل مع الوضع بالنسبة لمستعمدي قريئات الشاشة أستخدم قريئة الشاشة قريئة الشاشة انفيديا خاصة بالمكفوفين وضعها في البصر إذن أضغط ماجتب هناك عدة طرق للحصول على جوجل درايف إن شاء الله ستجدون أسفل هذا الشرح رابط تحميل جوجل درايف على كل من الويندوز والآيفون إذن حتى أنصبه بالطريقة التي ستشاهدونها وتسمعونها بعد فتح صفحة جوجل على الفايرفوكس أضغط ماجتب حتى أستمع إلى أبليكاسيون جوجل تطبيقات جوجل أضغط إيس باس لتفتح مجموعة من تطبيقات جوجل على الويندوز أتحرك بالطاب حتى أسمع درايف درايف أضغط إيس باس وأنتظر بعد قليل يفتح موقع أو حيز حسابي على موقع جوجل درايف هذا الموقع يمكننا أن نقول بنوع من تحفظ أن الكفيف بقارئ الشاشة يمكن أن يليجه مع بعض الصعوبات ولكن في النهاية يمكن لن أتناول هذا الموقع اليوم بالشرح على الأقل ولكن أصفه لكم هو يعمل بفكرة لا بار لا طيرا الواحد القائمة جانبية هذا التعريف ديالو أنا الذي يهمني هنا وقبل أن أتحدث عن الذي يهمني أقول بأن ما وضعته في جوجل درايف من انطلق من جهاز أو آخر تجده هنا في هذا الحيز إذا كلما تسمعوا عنصر سوماني يعني تضغطوا على الاسباس وتظهر القائمة الفرعية لهذا العنصر أنا الذي يهمني سوف أحصل عليه بالاختصار Answer F7 هو تلشارجي درايف pour PC أضغط على Entry على زر الدخول لأجد الصفحة صفحة تحميل توفتاح تلشارجي pour PC لتقطع دابير الشيك في الحقيقة اختار تلشارجي pour PC أضغط Entry انتظر Accept and install بالنسبة للبرامج التي نجد التحميل بهذه الطريقة معنى أنهم يعطونك يعني في الحقيقة ما يربطوك بالخدمة على شكل ومعنى ذلك أنه ضروري من توفرك على شبكة الانترنت للقيام إذن أضغط Accept and install تفتح نافذة Firefox للتحميل Enregistrer أضغط Enregistrer هنا في انتظار تحميل إن أردت أن تطلع على مجموعة من المعلومات المتعلقة بالدرايف لكذلك ولكن لن أفعل ذلك قريب حل الوقت و Utilize drive Telecharger إذن أرى هل انطلقت تحميله ها هو Google Drive X يعني تم التحميل أضغط Entry أوكي أوافق يبدأ تحميل الملف عفوا أن يبدأ تنصيب الملف بعد أن تم تحميله أستطيع أن أغلق نافذة التحميل أقوم بالتبديل بين نافذتين حتى إذن ها هو يتم تنصيبه الآن أرتباط بالأنترنت أقول ولو أنني حملت هاد الملف الصغير من طرف أو من موقع جوجل إذن أنتظر انتهاء التنصيب جوجل إذن أضغط فيرمي على الاعتبار أنني أستخدم الويندوز عشرة لا أنتظر حتما أن ينشئ جوجل درايف اختصارا له على المكتب لهذا أذهب إلى قائمة إبداء مني دي ماري وأذهب مباشرة إلى حرف D أو J نشوفوا لأنه إما ينصب بإسم درايف أو جوجل درايف ها هو جوجل درايف غيدوي إذن أفهموا من ذلك أن علي استعمال السهم الأيمن عفوا السهم الأيمن في الويندوز السبعة أو ما تمانية أما غيدوي هنا أستعمل أنتري يقول لديبلوبي يعني تم تفصيل اللائحة أنا الذي يهمني جوجل درايف وقبل أن أبدأ بفتح واجهاته أقف عليه وأضغط أبليكاسيون أضغط كين بلوس سو منو باش نضيف والأسفل هذا بالنسبة المبصر لأنه ربما حتى بالنسبة البصر وبنسبة المكوفي يمكن أن يستغلوا هذه الخاصية لماذا لا أنا الذي يهمني هو وغادي تعرفه ستعرفون لماذا ها هو جوجل درايف ها هو وقف الكارسور المباشر على جوجل درايف في ملف تنصيب تطبيق أضغط أبليكاسيون أيضا وهذا الذي يهمني إنشاء اختصار في المكتب إذن تم إنشاء الاختصار وأغادر هذه النفيدة وأبحث عن الاختصار في المكتب ها هو أضغط عليه وأنتظر طبعا إذن بعد تجيل الدخول بواسطة جوجل درايف كما طلب مني ذلك تنبثق هذه النفيدة التي إذن هنا في الحق النافيدة إرشادية تخبرك عن كيفية التعامل مع ملف جوجل درايف الذي سوف نتحدث عنه لاحقا أضغط نعم هنا يخبرك أن جوجل درايف متوفر على منصتي والأوندرويد أضغط سويفون طبعا كيفية دعوة الغير لتنصيب جوجل درايف حتى يتم تقاسم الملفات بينكم عبره سويفون ترمين أضغط ترمين إذن يفتح ملف هذا هو لا شك ملف جوجل درايف قد فتح هنا عذرا إن أطلت عليكم خليلا في هذه المرحلة أغلق أغلق هذه النفيدة نفيدة جوجل درايف وأبحث عن جوجل درايف عن ملف جوجل درايف في المكتب ها هو ملف جوجل درايف وفي نفس الوقت عندي اختصار جوجل درايف لدينا في الحقيقة اختصار جوجل درايف وملف جوجل درايف هذا الاختصار بين قوسين نحن أنشأناه ولمن أراد أن يكتفي بالاختصار نفسه في شريط الحالة في الأسفل في البرد تاش له ذلك ويلجو إلي إلى شريط الحالة عبر ويندوز بي لاحظوا معي باستعمال الاختصار الويندوز بي والوصول الوقوف على جوجل درايف يخبروني أن المزامنة قتمت نفس تقريبا فكرة دروب بوكس بالوقوف على جوجل درايف أضغط أبليكاسيون زر تطبيق إن صحتي الترجمة وأجد ما يلي كان بارامتر إعدادات فتح ملف جوجل درايف والولوج إلى جوجل درايف في الويب طبعا هنا لمن أرد أن يشتري المزيد من المساح بالنسبة الإعدادات أمر عليها سريعا هذا بوز في حال توقع المزامنة إن أردت أن توقفها مؤقتا أكتفي بالمرور على بعض الإعدادات وضبط préférence بعض الإعدادات جوجل درايف لاحظوا معي هنا هناك أبس إعدادات متعلقة بالمزامنة طبعا تقوم بمزامنة كل ما وجد على مساحتك على جوجل درايف طبعا إن أردت أن توقف هذه الخاصية توقف تفعيلها عبر عبر الفلاش عبر الزر عبر الزر عبر الزر الفلاش الأسفل الزر تحريك نحو الأسفل لتحديد الملفات التي تريد أن يقوم بمزامنتها ولكن أنا أفضل الاختيار الأول ولكم أن تختاروا ما شئتم طبعا هنا تمشي البارتاج إن أردت في حال توجود بارتاج أي مشاركة بينك وبين الغير هذا الزر يمكنك من الولوج إلى مساحة المشاركة وأبليكي يعني الضغط لتطبيق هذه التعديلات نشوفه التبويب ثاني عبر الفلاش الأيمن الكونت هنا معلومات عن الكونت طبعا كان زرين وكان هنا واحد الإشارة إلى كم استهلكت من المساحة المسموح لك بها ولكن انفيديا لا ينجو إليها كان فيه بعض الإعدادات كان ديتكسيون أوتوماتيك هذه نامط هذه من الإحسن أن أفضل أن تتركوها هذه أفضل أن تتركوها الإعدادات الافتراضية تقريبا كل الإعدادات في نظري يجب أن تبقى افتراضية طبعا هنا لمن أراد التحكم في حجم الصبيب الذي يسمح به لجوجل درايف هذا إن أردت هذا اختيار فردي لكل واحد إن أردت أن ينطلق مع بداية تشغيل الويندوز ووقف تفعيلها هذه مطلوبة وسنرى كيف ذلك حينما نقوم بوضع ملف ووضع محتوى في جوجل درايف بالضغط على زر التطبيق تظهر قائمة خاصة بجوجل درايف نعم إظهار رسالة تخبرك بحذف بعض الملفات التي تمت مشاركتها أضغط أبليكي إذن بالنسبة لمن يختار تشغيل جوجل درايف مع الويندوز جوجل درايف ينطلق مع الويندوز ولكن لمن لم يختار هذا الاختيار عليه دائما أن يضغط عند رغبته في المزامنة على هذا اختصار جوجل درايف الموجود في سطح المكتب بالطريقة التي سبق شرحها كل ما علي إن أردت أن أضع شيئا في جوجل درايف أن آتي به معي نشوف هاتج الذي قمت به على سبيل الجريبة بسم الله إذن هذا أخذ منه نسخة وأعود لأفتح دوسر دوسر جوجل درايف و مثلا لنقول دعني أنشئ فيه ملف جديد و أسميه ما شئت أسميه مثلا ديفير إذن أنقل هذا الملف في ديفير أعفون هذا التسجيل الصوتي للجريبة هو ديفير هو في هذا الملف إذن الأمر يحتاج إلى وقت لتقع المزامنة لأجده في جميع أجهزتي التي قمت بتنصيب جوجل درايف فيها بشكل أو بآخر بقي أن أشير أنه من أجل تقاسم ملف موضوع على جوجل درايف مع الغير لأن التقاسم بين جهزة المستعملة الواحد من السهل بما كان كما ستلاحظون لاحق من خلال شرح جوجل درايف على منستة IOS ولكن إن أرضنا أن نتقاسم ملف موضوع على جوجل درايف ما علينا إلا أن ندخل إلى ملف جوجل درايف ونذهب إلى ذلك الملف راح يدخل إلى ديفير أدخل إلى هذا الملف الذي سبق أنه قبل قليل أضغط أبليكاسيون زر التطبيق وأنزل إلى أن أجد جوجل درايف سو مني هنا بارتاجي وكين هنا أفيشي سور الويب نشوف بارتاجي نغطع لها أدخل أدخل لإتنباتي هذه لإنفيدة نشوف أدخل ابحث عن obtenir le lien de partage وعادرات espace عادرات espace عادرات entrer يخبروني بما يلي المشاركة عبر الرابط مفعالة هذا هو الليان ندير وندير حتى استمع الى الليان و اضغط 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 الرابط لمن اريد هذا ان كنت اريد ان ابعثه في المكان الذي اريد وانا فعبر الايميل هناك زر خاص بذلك كما قلت وكما اقول دائما لا يمكن اشرح كل تفاصيل ولكن المعول عليكم في البحث عنها ان شاء الله سوف اتحدث عنه لاحقا على منصة الـ ايو اس الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته